موسيقى التحليلية من الميادين اتصال للرئيس الفرنسي بالرئيس الإيراني في مرحلة مهمة من المفاوضات النووية بعد اتصال ماكرون برئيس ما هو أفق التوصل إلى نتيجة في المفاوضات النووية هوية المشتبه به في قصف مطار بغداد تضحض الاتهامات التي تساق ضد المقاومة حملات إعلامية موجهة تستهدف الفصائل العراقية في أي حدث جنائي أو مسلح ما حدودها ومدياتها سياسية أمير قطر في واشنطن الباحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي إلى أوروبا هل تكون الدوحة هي البديل المنشود وأي أثمان ستدفعها من مصداقيتها السياسية وتعهداتها الاقتصادية تجاه روسيا والصين وفي قضية اليوم مقتلوا ستة لبنانيين خلال قتالهم إلى جانب داعش في العراق هل يخطط داعش للبنان ما هو أبعد من التجنيد والتسفير؟ بانتظار استئناف مفاوضات فيينا تواصل الوفود المشاركة تشورها مع دولها تمهيدا لعودتها إلى العاصمة النمسوية في هذا الوقت الفاصل يبادر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لإجراء اتصال بالرئيس الإيراني سبقه ما نقل عن مصدر رئاسي فرنسي بوجود مؤشرات عن إمكانية الوصول إلى نتيجة على أن اتصال ماكرون رئيسي المطول لم يتناول فقط مسألة المفاوضات بل تعدى إلى ملفات أخرى من بينها الحرب على اليمن والأمن في الخليج ولبنان ولبنان نتابع ثمن وحلل بعد اتفاق الأطراف المفاوضة في فيينا على توقف المفاوضات لمدة أسبوع وعودة الوفود إلى عواصمها للتشاور واتخاذ القرارات السياسية المناسبة في مرحلة يبدو أنها الأخيرة قبل إعلان مواصلة المفاوضات واقتراب التوصل إلى اتفاق أو إعلان فشلها والعودة إلى المربع الأول يأتي اتصال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للبحث في عدة قضايا ثنائية ودولية على رأسها مفاوضات فيينا وسبل أحياء الاتفاق النووي ليؤكد دقة هذه المرحلة التي تمر بها المفاوضات النووية التي لم تؤدي في بداياتها فرنسا دورا بناء كما يقول الإيرانيون لكنها مع نهاية الجولة السابعة وبداية الجولة الثامنة باتت أكثر واقعية في تعاملها مع المفاوضات استمع ماكرون مباشرة إلى الموقف الإيراني الثابت من رئيس نفسه الذي أكد الشروط الإيرانية المتمثلة برفع العقوبات كاملة والتحقق منها والحصول على ضمنات ثلاثية مثلت العقدة والحل في الوقت عينه خلال مفاوضات فيينا تتمسك بها إيران على ما يبدو ملقية الكرة في ملعب الأمريكيين والأوروبيين الذين يتعين عليهما كما تقول المصادر الإيرانية اتخاذ القرارات السياسية المناسبة للتوصل إلى نتيجة خلال المفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي ينعكس برأي كثيرين على سحب فتيل التوتر في المنطقة عموما ولسيما المنطقة الخليجية لكنه أمر يرتبط كما يريده الغرب ببحث القضايا الإقليمية وهو ما رفضته إيران مرارا وأكدت فصل الملفات بعضها عن بعض بالأمس كانت طهران تعتبر أن فرنسا تؤدي دور الشرطي سيء اليوم تبدو باريس أكثر واقعية في تعاطيها مع ملف المفاوضات النووية لكن موقفها لا يزال متماهيا مع الموقف الأمريكي ملحم ريه طهران الميادين وإلى محل الميادين لشؤون الإيرانية والأخلمية ملحم ريه ملحم بعد اتهامه بالتعاطي السلبي اتصال فرنسا مكرون بالرئيس رئيسي ماذا يريد؟ اتصال جديد أولا هذا الاتصال ليس هو الأول حقيقة كان هناك ثلاث اتصالات جرت خلال هذه الفترة بين رئيسي وبين مكرون الاتصال الثاني طال حوالي ساعتين وربما يكون هو الاتصال الأطول حقيقة بين الاتصالات التي جرت بين الطرفين طبعا نحن الآن أمام مرحلة جديدة الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا أخذت فترة استراحة وتوقفت لمدة أسبوع لتعود إلى عواصمها للتشاور لاتخاذ المواقف السياسية لأننا أمام مرحلة حساسة ودقيقة وتتطل في الحقيقة اتخاذ هكذا مواقف في ظل هذه الأجواء يأتي هذا الاتصال بين الطرفين لذلك نجد بأن المحادثة الهاتفية تمحورت بشكل أساسي حول مفاوضات فيينا بالإضافة إلى بعض القضايا الإقليمية الأخرى كلبنان واليمن وأيضا بالإضافة إلى الملف الأمني في المنطقة طبعا فرنسا والأوروبيون بشكل عام على في الحقيقة يريدون في هذه المرحلة خلال هذه الفترة فترة التوقف يريدون الضغط على إيران ربما أو حصول من إيران على امتيازات لدفع بعملية التفاوض قدما خاصة بأننا أمام هذه المرحلة ربما نكون أمام الفرصة الأخيرة أما التوصل إلى نتيجة وأما الإعلان عن فشل المفاوضات هذا ما لا يريد الجانب الأوروبي خاصة في ظل التعقيدات التي وصلنا إليها عندما دخلت كل الأطراف في تفاصيل المفاوضات لسيما في النقاط الخلافية الرئيسية في الحقيقة التي حتى هذه اللحظة على لم تحل وتتطلب ربما تنازلات من كلا الطرفين السؤال هنا هل تغير الموقف الفرنسي في هذه المرحلة حقيقة لا يمكننا القول بأن الموقف الفرنسي قد تغير بشكل واضح ربما أصبحت فرنسا أكثر واقعية في التعاطي مع المفاوضات بعدما كانت تتعاطى بنوع ربما من الخيالية كما يقول الجانب الإيراني مع بداية الجولة السابعة من هذه المفاوضات لكن الموقف الذي كان أقرب إلى إسرائيل أصبح الآن أقرب إلى الموقف الأمريكي منه من الإسرائيل مدير مكتب الميادين في بغداد عبدالله بدران إلى أي مدى اليوم ما يجري في الساحة العراقية معلق بهذه المفاوضات وأي تدعيات إيجابية سيكون لهذا الاتفاق بين إيران والغرب في حال تم طبعا هي ارتدادات إيجابية طبعا بغداد تسعى وتفضل الذهاب باتجاه العودة إما الاتفاق أو إيجاد حل لهذه الأزمة وبغداد أيضا كانت قد رعت في العام 2012 لقاء بين طهران ومجموعة خمسة زائدا واحدة وبالتالي هي من دعاة الذهاب باتجاه الحالة الأمور لأنها مقتنعة تماما أن أي طورات سلبية ونافرة تنعكس بشكل أساس على المشهد العراقي وتحرج أصلا حتى بغداد على سبيل المثال بغداد حتى هذه اللحظة برغم ما قدمته من دفعات مالية مقابل غازل إيراني الذي يشغل محطات الكهرباء الغازية العراقية هي تطلب إذنا وتنتظر فترة السماح التي تمنحها الخارجية الأمريكية من أجل تزديد فواتير متعلقة بذمتها لطهران وبالتالي حل حالة الأمور والبحث عن مسارات لرفع العقوبات أو بحث عن قنوات اقتصادية حتى وإن كانت خلفية يرفع عبءا عن بغداد ويساهم في حل حالته وانعكاس الأمور وارتدادها إيجابيا في الداخل العراقي لذلك كانت هناك مساعي ليس فقط في هذا الإطار حتى المساعي للجمع بين الرياض وتهران في بغداد ومتوقع طبعا يكون هناك لقاء قادم خلال فترة المقبلة بين وفدين إيراني وسعودي هو أيضا جزء من مساعي بغداد ومساعي السياسة العراقية لمحاولة حل حالة الأمور نعم أعود إليك ملح مريا انتلاق من هذا الاتصال وربما اتصالات غير سرية ما الذي ننتظر مع عودة استناف المفاوضات على مفتاح الحل في مفاوضات فيينا والعقدة نفسهما فيها الحقيقة تكمن العقدة ويكمن الحل أيضا في ثلاث نقاط رئيسية وهي أيضا الشروط الإيرانية التي طرحت النقطة الأولى رفع العقوبات طبعا الخلاف هنا حول رفع العقوبات بشكل جزء أم رفع العقوبات بشكل كامل كما تصر إيران أي العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي وتلك التي لا تتعلق بها الاتفاق التي فرضت على خلفية ربما ملف حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الموضوع الآخر هو التحقق من كيفية رفع هذه العقوبات والمدة التي يستغرقها هذا التحقق النقطة الثالثة هي الضمانات في الحقيقة وأعتقد بأن هذه النقطة هي الأكثر تعقيدا في هذه النقاط الثلاث إيران تريد ضمانات متينة ضمانات قوية حتى لا يتكرر سينارو عام 2018 عندما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي حتى الآن أمريكا لا تستطيع إعطاء هذه الضمانات لإيران هناك بعض الأفكار التي طرحت حتى هذه اللحظة ولكن هذه الأفكار حقيقة غير ناضجة بشكل كلي حتى هذه اللحظة مثلا تشجيع الشركات الأمريكية على العمل والاستثمار في داخل إيران لتقييد أي حكومة أمريكية مقبلة على اتخاذ خطوات كعقوبات على هذه الشركات وأيضا وضع قيود من قبل الأمم المتحدة ربما لمنع أي حكومة أمريكية مقبلة لفرض عقوبات جديدة على الجانب الإيراني لكن ما سمعه الرئيس ماكرون خلال هذا الاتصال الهدف هو التأكيد على هذه الشروط الثلاث أي أن الموقف الإيراني لم يتغير وهو موقف ثابت إيران تريد رفع العقوبات بشكل كامل التحقق من رفع العقوبات وأيضا تريد الحصول على هذه الضمانات إذن نحن أمام سيناريو هين باختصار إما سيتوصل الطرفان خلال هذه المدة إلى حلول وسطية أي يتنازل كل طرف من قبله وإما نحن أمام إعلان فشل هذه المفاوضات والعودة إلى المربع لهم قبل أيام استهدفى مطار بغداد الدولي سريعا تجددت المحاولات الداخلية والخارجية لتحشيد الرأي العام ضد المقاومة العراقية عبر توجيه الاتهامات المسبقة لها ليأتي اعتقال أكرم القيسي كمشتبه به في قصف المطار فيضاف إلى سلسلة الاعتقالات التي تضحض كل هذه الاتهامات لجهة ارتباطات القيسي ومرجعياته التي لا صل لها بفصائل المقاومة أتابع ثم نحن المشتبه به بقصف مطار بغداد الجناح المدني فيه تحديدا في قبضة الأمن العراقي أكرم محمود راشد القيسي كما تفيد برقية أمنية عراقية من سكانة حميد شعبان القريبة من مطار بغداد مسؤوليته رصدت عبر كاميرات المراقبة دهم منزله فلم يؤثر عليه فاعتقل عند حاجز السرحة إلى الشمال من العاصمة بغداد ما سبق إجراء أمني ومعلومات لا تقف عند حدود المعالجة الأمنية إن تم تسليط الضوء من زاوية ثانية فذلك ينبئ ببراءة المتهمين دوما بإقلاق الحالة الأمنية العراقية الهشة أصلا الفصائل العراقية فصائل لم تخفي تبنيها الهجمات التي طالت أي مرفق عسكري أمريكي في العراق أو في أقل تقدير مباركة استهدافه لكنها غالبا ما كانت تحشر في زاوية المتهمين عن التصفيات والاختيالات والهجمات الصاروخية هي لم تكترث طبعا أو تلجأ كما يلجأ للموضع الدفاعي فاتهامها ليس للمرة الأولى فثبت أن عناصر أمن مارقين تورطوا بعمليات تصفية واعتقل متهمون بتصفية ناشطين ليتضح أنهم ليسوا أعضاء في فصائل المقاومة لكن التضليل الذي سبق كان قد غطى حقائق تثبت براءة المتهمين دوما في ظل زحمة الهجمة التي لم تتوقف ضدها شبح الحملات ضد هذه الفصائل لم يغب عنها بقي يحوم ويقترب متشكل الحجد الشعبي ابتعد لفترات لكنه بقي ظاهريا في الأفق تمثله أذرع إعلامية ومنصات لم تكن أي حادثة تقع حتى سيقة الاتهامات وضجت وسائل التواصل بسيل من التهم قبل أي نتائج عملية مبنية على التحقيقات عبدالله بدران بغداد الميادين عبدالله بدران اكتشاف جديد يظهر هذه الارتباطات أهمية هذا الكشف أيضا اليوم كيف كان المخطط لإلساق الاتهامات بفصائل المقاومة يعني منذ أن تأسس الحجد الشعبي كانت هناك حملة ورفض على الاعتبار أن هناك كانت نية أمريكية للعودة إلى العراق من بوابة التهديد الأمني وتهديد مسلحي داعش والانسحاب الذي تحقق في العام 2011 ومغادرة القوات الأمريكية لأراضي العراقية كان قد انتفى وعادت في العام 2014 لتختلف الحسابات مع تشكل الحجد الشعبي منذ تلك اللحظة بدأت حملات تشويه وأن الحجد الشعبي هو مقتصر على ميليشيات شيعية تستهدف أبناء المناطق السنية لقتلهم واضطهادهم وتعذيبهم وتغييبهم ولسرقة أموالهم ولسرقة أراضيهم ولسرقة منازلهم لأدنى مستوى من الاتهامات وهذا كان طبعا غطاء وسيل واسع من الفضاء الإعلامي الذي غضت طرف عن عمليات التحرير وعمليات المواجهة وعمليات استعادة الأرض والرسائل التي كان يقدمها الحجد الشعبي وهو كان في بداية تأسيسه لم يتحول بعد لمؤسسة كان عبارة عن مجموعة من المتطوعين أشرف عليهم الفصائليون وأداروا عمليات قتال ومواجهة داعش وبالتالي كانت هناك حملة شيطنة ولم يخفي مسؤول الأمريكيون في تفاصيل تواصلهم مع عراقيين أو نظرائهم العراقيين أن التهديس استراتيجي للخيارات الأمريكية في المنطق خلال المرحلة المقبلة وما بعد داعش هو وجود الحجد الشعبي بالتالي كان هناك ربط على سبيل المثال ما أن تحصل حادثة في منطقة يسيطر عليها الحجد الشعبي قد يكون حادث جنائي قد يكون هناك تصرر فردي تبدأ عمليات التشويه ونتحدث هنا عن ماكينات إعلامية وفضاء واسع من الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي مع مراكز بخوث ودراسات تقدم ويعوم وكأنها رواية متفق عليها تستهدف الحجد الشعبي والفصائل العراقية على سبيل المثال قبل فترة كان هناك هجوم لعناصر أمن على منزل هو طبعا كانت مجزرة جماعية في جبلة في جنوب العاصمة العراقية بغداد نعم وكانت هذه المعلومات قد نفذت على يد أمنيين بناء على معلومات مضاللة وكاذبة وبناء على ثأر شخصي يعني وطبعا هناك عمليات وإجراءات تم اتخاذها لكن لم يتم البحث في كيفية التعاطي مع هذه المعلومة وكيفية توجيه أمنيين لتنفيذ مجزرة بعائلة مكونة من 19 عنصر بالتالي هناك قناعة ثابتة وراسخة وهذا موجود ليس اكتشافا جديدا كل ما في الأمر هناك إعلام قوي يواجه الحجد الشعبي ويواجه هذه الفصائل ويشيطنها وصل الأمر للربط أن الحجد الشعبي عند بعض مراكز دراسات التي انتحدث عنها هو من أمن وصول الانتحاريين اللبنانيين أو المسلحين في داعش من اللبنانيين عبر مناطق نفوذه وسيطراته من لبنان إلى سوريا والعراق وهذا طبعا كان جزء من تحليل هذا اليوم الموجه ضد الحجد الشعبي والفصائل العراقية نعم وحلل المايدين لشؤون العربية والإسلامية قطيبة الصالح طبعا هذا التشويه للمقاومة ليس فقط حكرا أو حصرا بالعراق هو بكل دول محور المقاومة هل يمكن أن ينال وكيف المواجهة تحياتي على أنا أستمع إلى حديث الزميل عبدالله حقيقة لو قمنا باستبدال العراق بسوريا على سبيل المثال وجدنا ذات التفاصيل بالترتيب الدقيق وبالتفصيل أيضا خلال العشرية الماضية كلها بنفس الاستراتيجيات وبنفس الطريقة أيضا في محاولة على ما يبدو أو استراتيجية على ما يبدو طوال العشرية الماضية وهو مستمرة حتى الآن لمحاولة حشد رأي عام مغيب يسير وراء هذه السرديات وتوظيف امبراطوريات وأذرع عالمية لتأكيد هذا الشيء وعبر تراكم البث والإغراق بهذه المعلومات بحيث يصبح الافتراض المباشر لهذه الأمور هو اتهام المقاومة بتقديري بناء على أن هزيمة هذا المشروع وهزيمة المشروع التكفيري أيضا في المنطقة خلال العشرية الماضية جاء بناء على وعي وإيرادة شعبية من أبناء هذه المنطقة فهذه الاستراتيجية مستمرة لهذا السبب ولكن بهذا الإطار نتيجة أن ذلك ما يزال أو ما يستمر بالحدوث هذا الدليل حقيقة على فشل هذه الاستراتيجية وبالتالي دليل على فشل الاستراتيجية الأوسع أن هذا المحور لا يمتلك استراتيجية بديلة عن هذا الشيء وبالتالي هو يستمر بنفس السرديات وبنفس الطرق بنفس الأذرع الإعلامية وبنفس السردية تماما أعود إليك عبدالله تحدثنا ربما عن تحشيد الداخلي في المقاومة أو على المقاومة في العراق فصائل المقاومة دعنا نتحدث عن التحشيد الخارج الذي أيضا ما يظهر سريعا مع التحشيد الداخلي عملية تعبئة يعني مثلا واحدة من أسباب التي أدت لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي أن هناك غطاء سياسيا كان للفصائل العراقية أو حليف للفصائل العراقية والحجد الشعبي وهذا تمثل بدخول ممثلين الحجد الشعبي لأول مرة في انتخابات يمثلونه بشكل صريح في انتخابات العام 2018 هذا أيضا لم يكن ليسمح به خصوم الحجد الشعبي سواء في الداخل العراقي يستند خصوم الحجد في الداخل يستندون على ما يقدم من دعم من الخارج أو من تلاقي في الأهداف طبعا واشنطن لا ترغب بأن يكون الحجد الشعبي القوى والحضور السياسي وصلت الأمور ليس فقط في عمليات تشويه حتى قصف جوي واستهدافات وغارات وهذا مثبت سواء عند الحدود العراقية السورية أو في العاصمة العراقية بغداد أو في جنوبها واشتركت إسرائيل في هذه العمليات وهذا ليس يعني كشفا هذا معلن وأبلغ به الأمريكيون رئيس الوزراء العراق الأسبق عادل عبد المهدي أن هناك دورا قامت به الطائرات أو الطيران الإسرائيلي في تنفيذ غارات في الداخل العراقي وبالتالي فإن هناك قناعة بأن هذه القوى العسكرية التي تشكلت والتي تمثل حلفا سياسيا لطهران مع ما لديها من حضور واسع وشعبي في الساحة العراقية يجب أن يتم تثوير وتأليب الحاضينات وطبعا تم الاستثمار في عدة مناسبات أكثر من حادثة كانت تلسق التهمة يعني ما أن يحصل الحادث الجنائي أو الأمني تلسق التهمة مباشرة بشكل سريع على عدد من المنصات والمواقع بالحجد الشعبي وبالفصائل العراقية ليتبين بعد ذلك أن هناك وضعا مختلفا ليس هناك علاقة أو ربط بين هذه الفصائل بالتالي هي عملية ممنهجة يعتقد أن الهدف منها الضغط سياسيا قدر الإمكان لإضعاف وضع الحجد الشعبي في الداخل العراقي وحلفائه السياسيون وبالتالي طبعا هو على حساب لتمرير خيارات سياسية في الداخل العراقي لا تلتقي ولا تتفق مع واشنطن تجهد واشنطن لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي لأوروبا في ظل التوتر المتصاعد مع موسكو فيحضر أمير قطر ضيفا في البيت الأبيض في سياق ما يبدو لعبة استراتيجية كبرى تمثل الدوحة حجر الأساس فيها لكن موافقة قطر المحتمل على الطرح الأمريكي والذي قد تراه الدوحة مكسبا لها ستجعلها في المقابل تخسر مصداقيتها السياسية وتعهداتها الاقتصادية ولسيما مع روسيا والصين نتابع ثم نحن في زيارة هي الأولى من نوعها لزعيم خالجي منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة يحط أمير قطر تميم حمد الثاني في واشنطن في زيارة عمل كما فاد ديوان الأميري القطري لتوقيت الزيارة دلالات كثيرة إذ أن المخاوف الأوروبية من فقدان إمدادات الغاز الروسي على وقع الأزمة في أوكرانيا تلقي بذلالها على القمة المرتقبة وأمام هذه المعضلة الأمريكية لا يخفي المسؤولون في واشنطن مطالبهم من الدوحة وهي ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية فرصة دبلوماسية كما وصفتها بعض المصادر قد يترتب عليها تحول الدوحة إلى وكيل حصري للولايات المتحدة في المنطقة أو لكن بأي ثمن يرتبط الغاز القطري بعقود طويلة الأجل مع الأسواق الأسيوبية بناء عليه فإن الموافقة على العرض الأمريكي يعني كسر هذه العقود وقطع الغاز عن هذه الأسواق ما سيمثل ضررا كبيرا لصمعة قطر وضربا لمصدقية دوحة السياسية وتعاهداتها الاقتصادية من جانب آخر ستمثل الموافقة القطرية إعلانا عن موقف سياسي يتبنى المقاربة الأمريكية للمواجهة مع روسيا والصين وهو إعلان حرب بشكل من الأشكال وإزاءه قد لا تقف موسكو وبيكين موقف المتفرج وفق هذه المعطيات تبدو الدوحة في موقف لا تحصد عليه فرفض العرض الأمريكي قد يجر أثمانا باهظة لا طاقة للدوحة بتحمل كلفتها أما الموافقة التي سيترتب عليها خسارة قطر أسواقها واستعداء روسيا والصين فلا يبدو تعميق الشراكة مع واشنطن ثمنا مناسبا لها تلك الشراكة التي تدرك الدوحة جيدا حدود مصداقيتها واستمراريتها وأمير قطر السابق خير من يعرف ذلك قطيبة قطر في واشنطن ما المطلوب منها؟ هل ستقبل؟ ونبدأ بالأثمان نعم الزيارة في سياق معروف تماما تأتي بعد محادثات خاضها وزير خارجي الأمريكي مع نظيره القطري الإطار العام أو الهدف أو العنوان العام هو إنداد أوروبا بالطاقة لتعويض أي نقص في عفوا بالغاز تعويض أي نقص في الغاز الروسي إلى أوروبا في الإطار الأعام أو الأشمل أو الصورة الأكبر هي محاولة أمريكية لجر قطر حقيقة إلى السير في استراتيجيتها وبالتالي محاولة لإقناع الدول الأوروبية فيما بعد بالتخلي تماما عن الغاز الروسي بالتالي لا يتطلب الموقف أو يصبح الغاز الروسي هنا حجرا وليس هدف حجرا لمراد منه ضرب أكثر من العصفور أولا كما سبق ذكرنا تحويل الموقف الأوروبي ثانيا توجيه ضربة للاقتصاد الروسي على الأقل في الإطار القريب كون الغاز الروسي ينقل بالأنابيب وبالتالي هو غير قابل للتوجيه بسرعة أيضا توجيه ضربة للاقتصاد الصيني نوعا ما أيضا في الهدف القريب أو في المرموة القريب عن طريق كسر قطر لعقودها مع الصين التي تزود بها الغاز عن طريقها الولايات المتحدة في إطار قطر حقيقة تعول على أكثر من عامل الأول طموح قطري للعب دور إقليمي سياسي أكبر في إطار التنافس المشتعل في منطقة الخليج بين القوى الثلاثة أو بين القوى الثلاثة تحدث عن أبوظبي والرياض في جانب آخر هو أيضا تعتمد على تاريخ من عدم استقلالية القرار الخليجي حقيقة وسير هذه الدول بشكل عام في إطار ما تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف ومن استراتيجيات أيضا تعول على رغبة خليجية بشكل عام على استمرار التواجد الأمريكي واستمرار المظلة الأمريكية يمكن أن نسميها حاجة خليجية غير قابلة للتغيير للأسف مع كل مراخات تراجع الهيمنة الأمريكية عالميا ولكن كل هذه المعطيات في ميزان الربح والخسارة لا تعني خطوة اقتصادية في مقابل منفعة سياسية أو تحول قطر لوكيل حصرية وولايات المتحدة الموضوع أعقد وربما يكون أيضا أخطر على قطر من ذلك ملح مرية كان في زيارة قبل زيارة أمير قطر إلى واشنطن في زيارة لوزير الخارجية القطري إلى إيران والتقى وزير الخارجية الإيراني ويقال الحديث أنه إبلاخ إيران يقول القطري للإيران أنه سنكون الوكيل للأمريكي لكن نريد الحفاظ على العلاقة أيضا معكم ما الرابط بين هذه الزيارة وبين هذه الزيارة اليوم لواشنطن خلال زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران تم التباحث حول قضايا ثنائية وقضايا أقليمية على رأس هذه القضايا الأقليمية المفاوضات النووية في فيينا بالإضافة إلى الملف اليمني بطبيعة الحال الذي يهم كلا الطرفين البعض اعتبر أن هذه الزيارة التي تأتي قبيل زيارة أمير قطر إلى واشنطن حقيقة ترتبط بشكل أو بآخر بتصرحات التي أدل بها قبل هذه الزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول أمكانية التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذه على كل حال هذه التصرحات تأتي لأول مرة في حكومة رئيسي ولكن بطبيعة الحال وضعت شروط لهذا التفاوض المباشر لذلك البعض اعتقد بأن هذه الزيارة ربما تكون محاولة من قطر لتقريب وجهة النظر بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن أرضية مشتركة ربما وأيضا التمهيد لأي مفاوضات مباشرة قد تحصل بين الطرفين خاصة بأن قطر بعد وفاة السلطان قابوس حاولت أخذ الدور العماني في لعب دور الوسطات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أكثر من صعيد وأكثر من ملف الحقيقة لكن أوساط إيرانية أكدت بأن وزير الخارجية القطري لا يحمل رسالة ولم ينقر رسالة لا من قبل إيران ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي طرف منهما وبالتالي تبقى هذه الجهود القطرية في إطار المساعي ربما لتخفيف التوتر لتقريب وجهة النظر وأيضا لإنجاح المفاوضات أعود إليك يا قطيبة أود الحديث معك عن الأثمان اليوم على مصداقيتها الآن الأثمان على صورته أيضا خاصة أنه الأمريكي معروف لا حليف له وأمير قطر السابق خير من يعرف ذلك نعم لتضوح الصورة أكثر عولة ليست المرة الأولى لربما إذا مردنا الحديث عن تزويد شحنات أو قطرية إلى دولة في العالم فعلت قطر ذلك في عام 2011 للياضان بشحنات إسعافية على إثر التسونامي فعلت ذلك في أواخر العام الماضي لبريطانيا مع النقص الحدي الذي عانت منه ما نتحدث عنه اليوم ربما أكثر اختلافا وهو مختلف أكثر الموضوع ليس خطوة اقتصادية ليس إسعاف أوروبا بالنقص الحاصل أو ربما يحصل من الغاز الروسي هو عملية استفاف سياسي هو عملية إعلان قطري أو المطلوب إعلان موقف سياسي قطري يعادي روسيا والصين في هذا الإطار توجيه ضربة اقتصادية مثل هذه أو خطوة قطرية اقتصادية ستوجه ضربة موقف المتفرج بالتالي سوف تخسر هنا قطر توجيه ضربة إلى العقد الذي يربطها بالصين هذا يعني بأن سمعة الغاز القطري وسمعة قطر كدولة في السوق أو عالميا سوف تتعرض للتأثير خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان بأن السوق الأوروبية غير مستدامة وبالتالي قطر بحاجة لهذا السوق بشكل من الأشكال وأيضا الصين لن تقف موقف المتفرج بالتالي قطر تعاني من مشكلة مركبة هي في هذا الإطار أيضا تدرك جيدا كما ذكرنا طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة وطبيعة اعتمادية الولايات المتحدة وموثوقيتها تتذكر هنا ما حصل خلال الحصار أو الأزمة الخارجية التي تعرضت لها قطر والموقف الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب تتذكر جيدا ما حدث مع الأمير السابق وشبه عزله من منصبه كما حدث في إدارة أوباما لذلك لكن هي ربما لا تمتلك القرار أو لما لا تمتلك أن تقف في وجه هذه الاستراتيجية أو الطلبات الأمريكية كون تاريخ كما ذكرنا من عدم استقلالية القرار وتبعا لتبيعة التحالف أو طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائية قتيبة الصالة عبدالله بدران وميل حمرية كل شكر على مشاركتكم في الملف الأول مشاهدينا فاصل ونحلل بعده قضية اليوم على مدى الشهرين الماضيين توالت الأخبار والتقارير عن اختفاء شبان في مدينة ترابلس شمال لبنان وانضمامهم لصفوف داعش في العراق والسوريا لكن الاعلان عن مقتل ستة من هؤلاء في قصف الجيش العراقي خلية لداعش في ناحية العظيم شكل مفاجأة للبنانيين ودق ناقوس الخطر لجهة عودة نشاط التنظيم الإرهابي مستغلا التدهور في الأوضاع المعيشية ما يضع الأجهزة الأمنية أمام اختبار مستجد داعش يقرأ باب لبنان مجددا فالتنظيم أعلن عن مقتل عدد من مسلحيه اللبنانيين خلال القتال في العراق صحيح أن الأمر ليس جديدا إذ سبق أن قتل الكثير من اللبنانيين في معارك سوريا والعراق والجرود اللبنانية مع التنظيم بيد أن عودة نشاط التنظيم الإرهابي إلى شمال لبنان مستغلا التدهور المريبة في الأوضاع المعيشية يضع الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام اختبار مستجد هلأ وزير الداخلية يقع التصريح أنه في 32 واحد هلأ 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 معروفين هلأ في أشخاص سفرت وراحت على تركيا والأم العام سجل أنه راحوا على تركيا هلأ فيه روح من تركيا على سوريا ما حنا بيقدر يعرف العدد لا هلأ ولا اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة يمكن بيقدر يعرفوا اللي عم بيموتوا بيقدر يعرفوهم بس أنه تقول لي فيه واحد يعرف كم واحد راح لهونيك ما حنا بيقدر يعرف الأجهزة الأمنية اللبنانية تراقب ومنذ أسابيع نشاطا لبعض المناصرين لداعش ولديها إحصاءات بعدد الذين التحقوا بالتنظيم في العراق ولكن لا يزال أمامها الكثير من العمل حتى لا يستغل داعش التحركات المطلبية وينفذ عمليات إرهابية كما حدث في طرابلس قبل عامين بعد من دس داعشيون في التظاهرات ونفذوا اعتداءات ضد القوى الأمنية هؤلاء ذهبوا ليس لمنزلها وإنما للقتال إلى جانب داعش هناك هذه المجموعات يعني تربك الساحة الطرابلسية علما بأن من قتل يوم أمس هم أربعة من منطقة البداوي واثنان من منطقة عكاد منذ عام 2017 تراجع نشاط المجموعات الإرهابية في لبنان ونجحت القوى الأمنية والمقاومة في منع استكمال مسلسل التفجيرات فيما عاد نشاط داعش إلى طرابلس في حزيران يونيو عام 2019 من خلال عملية إرهابية في طرابلس أودت بحياة أربعة عسكريين وتلتها اعتداءة متفرقة شمال لبنان قبل أن تنعم البلاد بفترة من الهدوء داعش ينعى عددا من مسلحي لبنانيين الذين قتلوا في العرق أعلان يعيد شمال لبنان إلى دائرة الاهتمام ولا سيما أن القتل معظمهم من مدينة طرابلس فالتنظيم الإرهابي يحاول استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد لتجنيد المزيد من الشبان وسط تساؤلات عن عودة داعش المستجدة إلى الساحات اللبنانية عباس صباق بيروت الميادين محلل الميادين لشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر ماذا يعني أن يعود ملف تجنيد داعش للشباب اللبناني إلى الواجهة إن كان بالخبر عسكريا أم حتى بالتوقيت تحياتي للجميع لا شك أن السبب الرئيسي الأساسي الآن هو الوضع الاقتصادي والمالي هذا الموضوع يتم استغلاله بشكل جيد يعني أن يدفع معاش مهم بالدولار هذا طبعا هو يغري الشباب الذين لا يعملون هذا أساسي ولكن هذا الموضوع ليس كل شيء يعني هناك الكثير من الشباب الذين يحتاجون ماليا ولا ينخرطون مع المجموعات التكفيرية السبب الآخر أن هناك بيئة أساسا هي موجودة ولو بنسبة بسيطة يعمل على توسيعها يعمل على تحريضها من خلال وسائل التواصل من خلال التواصل الغير مرئي من خلال العلاقات المخفية وأيضا هناك السبب الأساسي الآن على الساحة اللبنانية نستطيع أن نجعله من الأسباب المهمة في دفع هؤلاء الشباب هو التحريض الطائفي والمذعبي الذي يعمل عليه الآن تحت عنوان يعني ضد إيران وضد محور المقاومة وهذه يعني أن تدفع بشباب لبنانيين لقتال في العراق ضد مجموعات مقاومة هذا بالأسباب أمنيا ماذا يعني الخبر؟ طبعا هناك تفلت في هذا الموضوع ولكن دائما كانت على إمكانية تجنيد عناصر من داعش ومن المجموعات الرهبية بين الدول هي موجودة هي يعمل عليها هناك خطط وهناك تقنية في معرفة هذا الموضوع السبب الرئيسي أيضا من الأسباب التي تساهل وتساعد أن البر السوري والبر العراقي هو أسهل طريقة لا نقول أن هؤلاء يذهبون عبر الجو أو عبر البحر وهي وسائل تكون صعبة لأنها تضبط أمنيا هو أسهل طريقة هي عبر التهريب وعبر استعمال وسائق مزورة وعبر استعمال مستمرات هي غير صحيحة يسهل الوصول إلى سوريا ومنها إلى الداخل العراقي للتجنيد مع داعش وأيضا النقطة المهمة أيضا الساحة العراقية اليوم والساحة السورية هي مستهدفة من خلال مخططات خارجية هي تحاول أن تستجلب عناصر للقتال تحت راية الإرهاب ضد مشاريع معين قاسم معز الدين محل المايدين لشؤون السياسية والدولية البيئة إلى أي مدى فعلا يمكن اعتبار أنه عامل أساسي أو حتى رئيسي بهذا الموضوع وهل للمنطقة دلالات مقصود أن يكون الشبان من هذه المنطقة أعولها لبنان بلد صغير وبنهاية المطاف يعني كل الناس تعرف بعضا خاصة إذا كانوا من جيلي أنا وعندما كانت يعني كل المناطق مفتوحة على بعض ولنا أصدقاء وتاريخ مشترك ومستمر أنا أعتقد أن الوضع الاقتصادي والحاجة فضلا عن اليأس والشباب إلى آخره كله عوامل مؤثرة ولكنها ليست هي لها الأخطر في الموضوع أن بيئة الشمال منذ بعض السنوات يعني منذ ثلاثة أو أكثر منذ أن بدأت معركة داعش في ضد سوريا وفي لبنان أيضا هناك جو مناخ سياسي وأقول مناخ سياسي موجوء بمعنى أن هناك رموز عندما يتحدثون مع أحد المجندين المغرر بهم يقولون له أنك مطلوب على رائحة الإرهاب هذا يعني بالضرورة بتفكيك الرموز أن حزب الله مسيطر على الدولة وهو الذي يتحكم بالأجهزة الأمنية ويتحكم بالشباب ويريد أن يعتقل هؤلاء الشباب هذا مثل لكن الأمثلة أكثر من أن تعد ولا تحسن من هذا الرموز بمعنى سأعطيك مثل بسيط مهم أحد المحامين الذين يدافعون اليوم لاسترجاع بعض الشباب وهو مخلص من دون أي شك عندما يتحدث عن هؤلاء الشباب مؤخرا يقول أن النظام السوري وحزب الله هو الذي يفتح الطريق أمام هؤلاء لكي يقاتلوا مع داعش أين؟ في العراق والسبب حسب ما يقول أن هناك فئة خزرت بالانتخابات وتريد أن تنتقم من الحكم العراقي ومن السنة واضح عملية تطلق هذا هو السياسي الموجود هو المنتشر في بعض الجوانب هذه البيئة ديما عن العودة للتجنيد ماذا في سوريا عنها؟ يعني بشكل سريع جدا على فقط يعني على الأقل النسخة السورية من داعش هي نسخة مختلفة أو متبينة من منطقة إلى أخرى النسخة التي جاءت أو عبارت الحدود عندما كان هناك ما يسمى بمعركة كسر الحدود التي قام بها التنظيم في العام 2014 هذه النسخة استوطنت في الشرق السوري واستطعت أن تجند هناك الكثير من يعني الشبان الذين قاتلوا في صفوف داعش لأسباب كثيرة ربما أبرزها على الإطلاق هي الوضع الاقتصادي أو ربما تحت وطأ سكاكين وبطش داعش كان هناك بيئة حاضنة قصريا وبالتالي لم يكن لديها أي خيارات سوى أن تكون مع هذا التنظيم ولكن النسخ الأخرى سواء في القلمون أو بالقرب من الحدود اللبنانية أو في الجنوب السوري أو ربما في الشمال الغربي هي نسخ محلية أعلنت مبيعتها للتنظيم كي يصلها التمويل ومنها النسخة التي كانت على طرفي الحدود من جهة الحدود اللبنانية بالعودة إلى التجنيد اليوم بالنسبة لتنظيم داعش وخاصة بعد هذه الأمور التي تكشفت إثراء أحداث سجن الصناعة هناك الكثير من الأحاديث والتقارير الصحفية التي تتحدث بأن التنظيم يستطيع أوعادة لتجنيد بعض الأفراد طبعا لأنه لا يملك الآلة أو التمويل كما كان سابقا ولكن بالتأكيد تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة جدا وتردد الوضع الاقتصادي وأيضا وهناك عامل خطر وخطر جدا هو في ممارسات قصد التي تدفع بالشبان سواء تحت وطأة التجنيد القصري أو بممارساتها العنصرية بين قوسين مع الشبان العرب التي تدفعهم من حين إلى آخر لكي يقوموا بالتجنط في صفوف داعش مجددا ولكن نحن لن نتحدث كي لا نبالغ عن حركة تجنيد كما كانت في السابق أو كما كان التنظيم في وضعه في سنوات سابقا شارل عبي نادر على ماذا تقوم اليوم استراتيجية الأمريكية مع هذه العودة سواء بالمنطقة أو بالعالم حتى في المنطقة واضح أنها تقوم على محاولة استغلال التنظيم لو لم يكن هناك علا داعش في سوريا وفي العراق لم يكن هناك حجة للوحدات الأمريكية لكي تبقى في هزين البلدين يعني هي تحتل وتخزؤ هذه الدول بداية على خلفية وجود داعش ومحاربة داعش وتجر المجتمع الدولي لتصديقها في هذا الموضوع وهذه النقطة أساسية في استراتيجيتها ولكن أيضا هي تخلق داعش أو هي تسهل خلق داعش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الحرب الناعمة التي تمارسها تمارسها في الضغوط الاقتصادية على الدول تمارسها في خلق الملفات الخلافية بين المكونات في كل دولة في لبنان في سوريا في العراق في أفغانستان في كل هذه الدول هناك أياد وأنامل وأصابع التي تحرد والتي تخلق هذا الجو الذي يؤدي إلى التشدد يؤدي إلى الزهب باتجاه الحركات الإرهابية أو التكفيرية من هنا أيضا تستقل هذا الموضوع الذي تخلقه لكي تفعل في هذه النقطة من خلال أيضا سياسة واسعة في دعم ربما المجموعات أو السلطات الفاسدة في دول أفريقية وفي دول أخرى جميع هذه النقاط ضمن هذه استراتيجية في الحرب الناعمة تحاول ألوية المتحدة الأمريكية تجنيدها أو استغلالها لغزو الدول واحتلالها للدول قاسم عز الدين هل يخط الداعش للبنان أكثر من عمليات التجنيد والتشفير سيما أنه في شخصيات اليوم داخلية وأطراف داخلية متهمة أيضا بزعزعة الاستقرار وأنه خطر على لبنان مثل مثل الأمريكي تماما يبدو أن هذه الإنذارات هي جدية لدرجة أن بعض الشبان وبعض النجطين الذين يتابعون أحداث ترابلوس وشبان ترابلوس وعكار والبداوي من المخلصين ويحاولون إعادتهم يقولون أو يقدمون بعض الأرقام تتجاوز ما هو معلن المسألة ليست خمسين ولا ستين يقدرون بأن هناك حوالي مئة وخمسين شخص من الشبان واليافعين الذين تركوا الشمال وتركوا ترابلوس فضلا عن ذلك يتوقعون أن هناك مجموعات مجموعة أو مجموعات لا تزال في الأراضي اللبنانية وهي صلة الواصل وهي التي تجند هذا ماذا على ماذا يدل يدل على أن الأجواء العامة خاصة أن بعض القوى السياسية وبعض القوى الخارجية ونخص بالذكر يعني مشروع محمد بن سلمان بالنسبة للبنان ومحاولة تفجير الوضع بدعم قوى سياسية تكفلت بالتفجير والآن والآن ينزع الشرعية السياسية عن رجال سياسيين معتدلين بيمكن وربما بهدف استكمال التفجير لا شك بهذه الأجواء داعش هي أداة أداة أساسية ورأس حربة لخوض التفجير والتدمير في لبنان في هذا الجو السياسي ديما ودع التنظيم اليوم بعد أحداث الصناعة يعني لا شك بأن هذا الحدث أو هذه المعركة التي استمرت لأيام لا شك بأنها دلت على أن بمعزل أنه تمكنت قوة قصد وهذا ليس مفاجئا لأنه هناك طيران أمريكي وقوات أمريكية على الأرض تساعد في هذا الأمر استطاعت أن تضبط الوضع ولكن هذا تكشف عن أمور خطيرة وخطيرة جدا بأن التنظيم يستطيع أن يقوم بمثل هذا الخرق الأمني الكبير وأن يقوم باقتحام واحدة من أكبر سجون التنظيم على الإطلاق في العالم يعني هذا السجن فيه حوالي 3500 عنصر من داعش جوانتانمو لم يكن هناك أكثر من 800 من أعناصر القاعدة أو قيادات القاعدة وبالتالي كانت عملية شكلت هزة لا شك على كل الأصعدة قتلت من عناصر التنظيم وهناك من يقول بأنه تم تهريب أيضا في ظل هذه الفوضى الكثير من العناصر سواء كانت تهريب عن طريق شبكات التهريب أو ربما اتصالات سابقة تنصيق سابق بين التنظيم وشبكات أخرى يعني موجودة خلايا نائمة أو حتى الذي قام بتهريبها الاحتلال الأمريكي إلى أماكن أخرى هذا أيضا يعني الاستخدام لإعادة خلط الأوراق في الشرق السوري وربما في العراق من خلال سوريا وأيضا بأنها صالح الاستثمار بهذه الطريقة للإبقاء على حالة فوضى وفوضى كبيرة جدا في هذه المنطقة وطبعا يقال بأنه لو لا وجود القوات الأمريكية ما كان يمكن أن يتم التصدي لداعش وخاصة في هذه المعركة شارل أبي نادر عندما يفترض أن يكون شيء تم قضاء عليه أن يعود ليظهر من جديد اليوم أي أسلوب يجب اتباعه للقضاء عليه نهائيا يجب الابتعاد عن الوسائل أو الأساليب التقليدية في متابعة الإرهاب وفي متابعة خاصة المناطق الحدودية يعني موضوع الحدود هو كان دائما الوسيلة الأنجحة التي استطاع الإرهاب أو استعمالها لدفع بالإرهابين من منطقة إلى أخر أو من دولة إلى أخر يعني الأساليب التقليدية هي يجب أن يكون هناك تشدد أكثر في المستندات في الموضوع الذي يمكن أن يكون مزورا يجب أن يكون هناك تركيز على المجموعات التحريضية ولو كانت بهدف سياسي أو إعلامي ولكنها تخفي من ورائها إمكانية لتكوين وتجنيد مجموعات إرهابية ونقلها من منطقة إلى أخرى هذه النقاط يجب أن يكون هناك تطوير للأساليب الأمنية وهذا ما الأخذ بالنقاط التقليدية الكلاسيكية الذي يتم التفتيش فيها على المعابر يجب الدخول في تفاصيل كل هذه الانتقالات طريقة وأعمال هؤلاء المجموعات التي تنضق من دولة إلى أخرى حتى لو كان لديهم صفة أو مهمة أو مهمة عضية اتصادية أو تجارية يجب تشتيد التركيز والتفتيش على هؤلاء ومراقبته والنقطة الأساسية يجب أن يكون هناك تنصيق بين كل دولة حدودية مع دولة الأخرى على حدودها مثلا لبنان وسوريا التنصيق الأمني هو ضروري ضروري جدا وإذا لم يكن هناك تنصيق أمني سوف يبقى هناك تفلط في هذه النقطة قاسم عز الدين حرام ذهاب لمحاربة داعش لكن حلال الذهاب للمحاربة معه اليوم لماذا تقتصر المتابعة على مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية في الشمال ولا تحرك للمعنيين منذ سنوات عندما كان يشار من بعض الصحفيين والسياسيين بأن هناك خطر على طرابلس والشمال من مجموعات داعش كان يتهب كل الأصوات وكأن الجميع يتهم الشمال وتخاصة طرابلس بأن كل الشمال وكل طرابلس داعش وتبدأ المعركة الإعلامية دفاعا من دون تمحيز وكأن لا يهم هؤلاء الشباب لا يهم أهلهم لا يهم بيئتهم واليوم كل هؤلاء الذين ذهبوا إلى العراق يرتادون المساجد أو يرتادون بعض المساجد ويلتقون بجماعات ومسؤولين ومعنيين ومع ذلك لم ينبس أحد ببنت شفا على الأقل لمعرفة ماذا يدور برأسهم وماذا يخططون هناك مسؤولية كبيرة لهؤلاء المعنيين ليس فقط الأجهزة الأمنية التي تتابع الأحداث إنما المسؤولية الأخلاقية والدينية والسياسية هي الأهم لردع وإنقاذ الشماليين وأهلنا في عكار وإنقاذ الشباب الذي يذهب للانفجار والتفجير من هذه المسيضة التي تنصبها داعش للبنان واللبنانيين ديمة أنهي معك بشكل سريع هل يمكن اعتبار أحداث الصناعة مقدمة لعودة استثمار ورقة داعش من قبل الأمريكيين وقصد نعم لا شك بأن هذا الأمر صحيح لأنه استطاعت قصد ليس فقط استثمارها داخليا بمعنى أن تقول بأنها تستطيع أن تتصدى لتنظيم داعش وبأنها تعيد حساباتها من الناحية الأمنية رغبة الخرق الكبير الذي حدث في صفوفها لكنها أيضا في الإعلام الغربي اليوم عندما ترين كل التقارير الصحفية والمقالات التي تتحدث بأن الإدارة الذاتية الكردية أو القوات الكردية تقاتل التنظيم الإرهابي وهذا خدم قصد بشكل كبير جدا لأنه دائما كانت تسليط الضوء بأنه لم يقاتل داعش في سوريا إلا قصد ومن ورائها الأمريكيين وكل الجهود وكل معارك التي خاطها الجيش السوري والحلفاء لم تكن في حسابات الإعلام الغربي أو حتى السياسيين الغبيين بالتالي استفادت جدا قصد بهذا الأمر أيضا الأمريكيين استفادوا بأنهم لا يزالوا يتواجدون من أجل التصدي لتنظيم خطر ولا يزال يشكل خطرا لا أعتقد بأن أمريكا تحتاج ذريعة لتحتل أي أرض ولكن ربما هي تحتاج إلى طمأنينة بأن قرار كان صائبا بأن تبقى القوات الأمريكية في الداخل السوري وخاصة أن هناك صراع في الإدارة الأمريكية بين الانسحاب أو الأدقاء على القوات الأمريكية وبالتالي الإفادة كانت كبيرة جدا وطبعا أنه تمت تصفيت قيادات داخل التنظيم تم نقل قيادات من التنظيم وأيضا تمت إعادة تركيبة كل الوضع في الحسكة من خلال هذه الأحداث ديمة نصيف قازم عز الدين وشارل أبي نادر كل السكر لكم على المشاركة في قضية اليوم مشاهدينا يبقى السكر الأكبر لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة